الواحد من أيار قد يكون هذا اليوم مناسبة للاحتفال بمكاسب الطبقة العمالية لكن ليس في بلد مثل العراق تعاني طبقته العمالية ما تعانيه من ضعف في الرواتب والبطالة التظاهرات في أغلب المحافظات شكلت علامة فارقة لا سيما مع رفعها شعارات ضد فساد السلطة التي منحت طبقة السياسيين الثراء فاحشا على حساب الشعب الذي يرزح تحت معدلات بطالة وصلت نحو 30% هذه المستويات العالية ليست وليدة اللحظة فهي ناتجة كما يرى المراقبون عن إهمال ودمار القطاع العام ما ترك جيوشا من الخريجين عاطلين عن العمل تنتظر الدرجات الوظيفية التي تذهب بغالب الأحيان لأقارب المسؤولين ولمن يدفع أكثر أي طلبة ومبالغ وصار لهم أربع سنين جيب الفايل وودي الفايل كش ماكو وناس تعبانوا هاي الوضعية مع الشبابنا لا شغل ولا عمل ألف دينار محد ما يحصل هاي وضعية البلد هاي سيجة الانتخابات كل من جايب لصورة ويدكها هاني واني وكش ماكو هاني واحد من ملايين خريجي العراق خريج محد تقنصويرة قسم محاسبة سنة 2012-2013 مليت ما خليت باب ما طرقته مليت من التقديمات حتى آخر شيء إذا بيت حتى عجيش عشر طالات اتحاد يوم ما طلحت مليت كافة الوزارات مليت 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 وحاليا قاعد لا شغل ولا عمل هذه الندرة في الوظائف في القطاع العام انسحبت للقطاع الخاص الذي يرى القائمون عليه أن الدولة مسؤولة عن تراجعه وهرب المستثمرين منه الكهرباء قطاحة مستمر خمس ساعات سس ساعات تجي دك نص ساعة ربع ساعة وتن قطع شين هو السبب احنا ما نعرف هذا كله على كاهل المواطن كله على كاهل المواطن والعامل بصورة عامة أمام هذا كله تظهر محاولات الحكومة لرفع أجر العمال في البلاد محاولة لذر الرماد في العيون بعد فشل قانون العمال في إحداث أي تغيير بحسب النائبة إقبال عبد الحسين التي تؤكد استمرار غبن حقوق العمال والموظفين وتأخر رواتبهم ويبقى فشل الحكومة بالنسبة للعراقيين هو الأساس لمواصلت إليه البلاد من اعتمادها على النفط الذي كان سيفاً ذو حدين فقد العراق جراءه زراعته وصناعته في حين خصصت ميزانيات انفجارية للداخلية والدفاع كانت باباً للفساد وسفك الدماء لم يستطح أحد إيقافه حتى الآن